صورة الرحمن سبب النزول الفضل المميزات إن لكل صورة سبب نزول خاصة بها وسوف نفصل الآن سبب نزول صورة الرحمن فقيل إن سبب نزول هذه الصورة المباركة هو قول المشركين المحكي عنهم وإذا قيل لهم ازيدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجدوا لما تأمرنا وزادهم نفور الفرقان الآستين فتكون تسميتها باعتبار إضافة صورة إلى الرحمن على معنى إثبات وصف الرحمن فرد الله على المشركين بأن الرحمن هو الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وهي من أول الصور لزولا وقيل إن هذه الصورة نزلت بسبب قول المشركين في النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعلمه بشر النحل الآمي وثلاثة أن يعلمه القرآن وكان الاهتمام بذكر الذي يعلم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن أقوى من الاهتمام بالتعليم ورد أيضا أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ذكر ذات يوم القيامة والموازين والجنة والنار فقال وددت أني كنت خضراء من هذه الخضر تأتي على بهيمة تأكلني وأني لم أخلق فنزل قوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان الرحمن 46 فضل ومميزات صورة الرحمن نتحدث أولا عن فضل صورة الرحمن وهو قليل الذكر في فضائلها وفيها الكثير من الأحاديث الضعيفة وقد ذكرت في السنة النبوية فضائل بعض الصور ومن هذه الفضائل فضائل صورة الرحمن التي سميت بعروس القرآن فعن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم صورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد والآن نذكر مميزات هذه الصورة العظيمة فلها مميزات كثيرة ولا شك أن لكل شيء مميزات حباه الله بها دون غيره وهذا الكلام ينطبق على الإسلام فالإسلام فيه من المميزات والخصائص ما تجعله لا يتشابه مع الأديان الأخرى وكذلك فإن رسولنا الأعظم محمدا صلى الله عليه وسلم قد خصه الله بخصائص جعلته يتميز عن غيره من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فلذلك فإنا نقول إن الله قد خص كتابه الكريم بخصائص جعلته يختلف عن غيره من الكتب السماوية ومنها الحفظ والإعجاز والتحدي والشمولية وإن أهم خصيصة إن فيه وأبرز ميزة أنه كلام الله سبحانه وتعالى ولا شك أن لكل صورة من صوره أشياء وصفات تختص بها عن غيرها من الصور وهذا ما سنحاول أن نبينه في هذا المطلب ومن بعض مميزات صورة الرحمن رقم واحد بديع أسلوبها وافتتاحها الباهر باسمه الرحمن وهي الصورة الوحيدة المفتتحة باسم من أسماء الله لم يتقدمه غيره اتنين وكذلك منه التعداد في مقام الامتنان والتعزيم قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان إذا تكررت هذه الآية في سورة الرحمن إحدى وثلاثين مرة وذلك أسلوب عربي جليل رقم ثلاثة وكذلك من مميزاتها تعداد آلاء الله الباهرة ونعمه الكثيرة الظاهرة على العباد التي لا يحصيها عد في مقدمتها نعم التعليم القرآن بوصفه المنة الكبرى على الإنسان رقم أربعة تناولت الصورة في البداية نعم الله الكثيرة وبعدها دلائل القدرة الباهرة في تسير الأفلاك وتسخير السفن الكبيرة وبعدها الاستعراض السريع لصفحة الكون المنظور رقم خمسة استخدام أسلوب الترغيب والترهيب لأن الله سبحانه وتعالى ذكر أهوال يوم القيامة وتحدث سبحانه عن حال الأشقياء المجرمين وما يلاقونه من فزع وبعدها يذكر مشهد النعيم للمتقين في شيء من الإسهاب والتفصيل إذ يكونون في الجنان مع القور العين رقم ستة تعد صورة الرحمن ذات نسق خاص وملحوظ فهي إعلان عام في ساحة الوجود الكبير وإعلام آلاء الله الباهرة الظاهرة في جميل صنعه وإبداع خلقه وفي فيض نعمائه وفي تدبيره للوجود وما فيه وتوجه الخلائق كلها إلى وجهه الكريم وهي إشهاد عام للوجود كله على الثقلين الإنس والجن المخاطبين بالصورة على السواء في ساحة الوجود على مشهد من كل موجود مع تحديهما إن كان يملكان التكذيب بآلاء الله تحديا يتكرر عقب بيان كل نعمة من نعمه التي يعددها ويفصلها ويجعل الكون كله معرضا لها وساحة الآخرة كذلك ورنة الإعلان تتجلى في بناء الصورة كله وفي إقاع فواصلها تتجلى في إطلاق الصوت إلى أعلى وامتداد التصويت إلى بعيد كما تتجلى في المطلع الموقظ الذي يستخير الترقب والانتظار لما يأتي بعد المطلع من أخبار رقم سبعة أكثر ميزة في هذه الصورة أنها جميلة بتناسق الكلمات ومما يجلي وضوح جمال هذه الصورة ما روي أن قيس بن عاصم المنقري قال للنبي صلى الله عليه وسلم أطل علي مما أنزل عليك فقرأ عليه صورة الرحمن فقال أعدها فأعادها ثلاثا فقال والله إن له لطلاوة وإن عليه لحلاوة وأسفله لمغضق وأعلاه مثمر وما يقول هذا بشر وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ففي هذه الرواية أسلم قيس بسبب جمال هذه الصورة وطلاوتها وصيغة كلماتها رقم 8 وأخير وليس آخرا في هذه الصورة المباركة ذكرت نعم الله تبارك وتعالى التي لا تعد ولا تحصى منها الكبرى المستقرة ومنها الصغرة المتجددة بتجدد الحياة الإنسانية فعلى كل إنسان شكر هذه النعم اعترافا بها وإجلالا لها ووفاءا لحق المنعم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والآن مع التلاوة المباركة لا تنسوا الاعجابة بالنسبة والاشتراك في القناة